المختارة بقضاء الشوف ارتفاع تقريباً ألف متر عن سطح البحر وبتنتد على مساحة 260 هكتار تعددت التفسيرات يلي بتشرح اسم بلدة المختارة الاسم الأول يرد اسم البلد للعهد الصليبة يلي عرف بشخصية المختار ويقال إن سميت هكذا نسبة لأله أما الاسم الثاني فيعتقد أنها تعود للعهد الفاطمة بسبب وجود آل التعريف في اسمه فقد كان هذا الأمر شائع بهذه الفترة أما الاسم الثالث والأخير يقول أن سميت المختارة لأن اختيرت من قبل الشيخ علي رباح جملات لبناء قصرفية في القرن السابع عشر تنتشر بالمختارة لكثير من الأثار يلي بقيت صمدة من أيام الشعوب الأديمة يلي استوطنت هذه البلد ومن أهم هذه المعالم الأثرية المطاحن الأديمة يلي بيبلغ عدد ثلاثة بالإضافة إلى الجسور التاريخية يلي بعود أشهره لعهد المماليك وقد بني سنة 1507 ويدعى جسر بركة العروس وأطلق عليه هذا الاسم لأن العروس عند انتقالة من بيتها لبيت آخر أو بلدي أخرى لم يكن هناك سيارة إلا بل كانت تجلس على الحصان يلي يسير على الجسر وبأحدى المرات ظهرت أفعى مام الحصان وخاف الأمر الذي أدى إلى وقوع العروس بالبركة وجميع هذه الجسور والمطاحن حجرية وتم ترميم جسر منها منذ تقريباً الخمسة عشر سنة وما بتقتصر السياحة بالمختارة على المعالم الأثرية مثل الجسور والمطاحن بل تتعدى ذلك لوجود الأماكن الدينية مثل الكنائس والمساجد والمزارات القديمة وما فينا نقطع على المختارة من دون ما نحكي عن القصور الذي بنيت على يد الجمبلات سنة 1712 على أنقاض أحد القلاع الرومانية ويقع القصر بوسط البلد وبتنتشر حوله جميع بيوت المختارة وتمر بالقصر ساقية مي طبيعية تجعله قصر فريد من نوعه اشتركوا في القناة